ميزة التحمير في تابر وير ان الزيت بتاعي ما بيغليش فبالتالي ما بيتهدركش فبيفضل عندي الزيت اقدر استعمله اكتر من مرة ما بيغيرش لونه ولا بيغير الريحة بتاعته طبعا بشرط ان انا امشي على الخطوات الصح ان انا حطه على عين القهوة تبقى العين في نص القاعدة ما تطلعش على الجناب وان انا اسبت الحرارة طبعا هي القاعدة بتاعتي هي هتثبت الحرارة بقدر احمر اكتر من حاجة مع بعض يعني ممكن حاجة حلوة مع سمك مع بطاطس اكتر من صنف وما فيش صنف حيلق اطريحة من الصنف الاخر عنا اشكال مختلفة سواء كانت الطاصة او الواك الطاصات باحجاب مختلفة عنا واك برضو باحجاب مختلفة الشكل او التصميم بتاع القطعة بساعد على تبريد الزيت لانه الفتحة لما تبقى من فوق واسعة بيعمل تيارات هوا بساعد على تبريد الزيت الشكل المخروطي للواك ده برضو بساعد على التحمير تمتاز الواك انه الحجم كبير ومرتفع فبقدر احمر كمية كبيرة طبقية يعني بقدر اخد بنيه طبقات بنيه فوق بعض الطاصات المسطحة بقدر احمر فيها برضو نفس اللي بحمر في الواك لكن لو انا عايزة تحمير غزير فببقى محتاج يعني زي منقول لقمة القاضي الطعمية الحاجات دي عايزة تحمير غزير فبحتاج ان انا اعملها في حاجة غوية زي الواك لكن لو تحمير كميات يعني مش كبيرة بقدر في الطاصة اهم حاجة دايما ان يبقى كمية الزيت ضعف الحاجة اللي انا عايزة احمرها ده في حال ان انا عايزة احمر تحمير غزير ما تبقاش كمية الخضار او الحاجة اللي انا بحمرها اكتر من الزيت لان ده بيهبط درجة حرارة الزيت بخليه شرب زيت وما يتحمرش ما دكيش نتيجة كويسة وفي حاجات انا بقدر مجرد ان انا ادهنها زلب تنجان واحمرها في الطاصة واغطيها وتديني نتيجة مميزة من غير ما يشرب اي دهون